من خلال ضفنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد المحسن سلام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أهلا بيك أستاذ عبد المحسن صباح الخير منهورنا أهلا بيك طبعا احنا النهاردة بنتكلم على عودة حميدة للسيد الرئيس بعد زيارة نكحة لبلجيكا أو لبروكسل وطبعا كان فيه لقاءات كبيرة على هامش هذه القمة إزاي بتقيم هذه الزيارة ومدى نجحنا من خلال هذه اللقاءات في طرح عدد من الملفات والمكاسب اللي احنا عدنا بيها من هذه الزيارة طيب خلينا نقول إن القمة الأوروبية الأفريقية دي قمة مهمة جدا وده القمة رقم 6 في إطار سلسلة القمة الأوروبية الأفريقية وبدأت كانت أول قمة في القاهرة على فكرة يعني أول قمة ركت في 2001 في القاهرة وبعدين كان مفروض لها دورية انعقاد كل ثلاث سنين يعني فترة مرة في أفريقيا ومرة في أوروبا ومرة في أفريقيا مرة تعطلت وبعد كده رجعت الانتظام انتظرت من جديد وكان آخر قمة هي القمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل أوروبا وأفريقيا هي علاقة طويلة وممتدة ومعقدة ومتشابكة يعني أنت بنرجع لزاكرة الورا نتلاقي أفريقيا هي كانت يعني القارة التي تم استعمارها من قبل أوروبا لفترات زمنية طويلة جدا تقريبا كل الدول الأفريقية تم استعمارها من قبل الدول الأوروبية بشكل أو بآخر بقى فيه استعمار امتدى لسبعين سنة وفيه استعمار أقل فيه أكتر وهكذا سبعين دا كان نحن كان نحن كان في مصر فيه استعمار سيطاني كانت زي الاستعمار الفرنسي في الجزائر فيه أنواع كتيرة من الاستعمار فبالتالي أوروبا على فكرة هي مدينة بالاعتزار لأفريقيا يعني في الأصل لابد أن تكون أوروبا هي مدينة بالاعتزار لأفريقيا والاعتزار مش مجرد نحن أسفين لا والاعتزار دا المفروض اعتزار فيه حاجات كثيرة جدا فيه اعتزار مادي واعتزار معناوي واعتزار عن النهب المنظم لسروات أفريقيا طوال عدة عقود يعني عدة عقود كبيرة جدا مستمرة استمرت أوروبا في نهب بصروات أفراقي وبعدين بعد كده عملت أفراقي بإهمال بعد فكرة التحرر وصورات التحرر الوطني ومش بإهمال ده كان مصر برضو بمرحلة العداء يعني فكرة العداء التقدم في أفراقي زي ما حصل في مصر بعد الاستقلال في 56 و67 وكان جزء منها جدا فكرة العداء لاستقلال والتحرر اللي حصل في دول القرى الأفراقية وهنا ممكن نتكلم في الملف ده 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 الوقت واللي عد عليه الزمان لا ممكن طبعا ممكن جدا وعلى فكرة ما ده حصل في فرنسا ما حصل فيه أزمة بين فرنسا وبين في الجزائر تحديدا وكان حصلت فكرة الاعتذار ومش الاعتذار ووصل فيه أزمة والآن دلوقتي متجدد بالنسبة حتى الفرنسا في مالي انت فيه أزمة كبيرة جدا في مالي دلوقتي بالنسبة لفرنسا وفيه ثورة على الوجود الفرنسي في مالي وفيه أزمة كبيرة جدا هناك ووصلوا لفكرة أن يبقى من 4 إلى 6 شهور يتم إجلاء القوات الفرنسية من مالي طبعا هو القصة كلها إنه فيه أورانيوم آه بالضبط كده وفيه بقى طبعا فيه أزمة وهل يتكرر السيناريو الأمريكي في أفغانستان والإنسحاب المفاجئ طبعا مقرون مش عايز يعمل ده لأنه مقرون دخل على الانتخابات والدنيا فيه مأزومة كبيرة جدا بالنسبة له هناك لكن هو إنعجلا أو أجلا الوجود الفرنسي في مالي انتهى